اشتركوا في القناة نقدر نضوى على كل المواضيع اللي عم تنترح قدام هم اليوم نرجع نحكي عن هذه المواضيع بكنيستنا لنرجع ننتعش ونعيش ايماننا المسيحي بتجدد دائم ونخبر قدام مسيرتنا اليوم مسيرة سينودوسية وككنايس في الشرق موجودين هالسبع كنايس كاتوليكية كانوا الاقباط السريان الموارنة الملكيين الكلدان الارمن واللاتين مجتمعين ليصغوا لالهمات الروح الادوس يصلوا ويفكروا حول الهموم المشتركة ويعيشوا الشراكة الحقيقية بملء الرجع قدي في من امور بتجمعنا وقدي في من امور بتوحدنا مش بس هموم الحياة انما اليوم نحنا كلنا معمدين كلنا واحد بالايمان وبيسوع المسيح ورجينا واحد اللي هو بيجمعنا واللي هو ماشي معنا دايما بيرعانا وبيهدي خطانا كنايسنا اليوم قديش قديمة العهد قديش هي غنية بتراثة اللي من كل النواحي اكيد متجزرين بالروحانية مقاومين الى حد الاستشاهد بوجه الاتحاد اليوم شعب الله مدعو دايما للسير معا على ضوء كلمة الله بيشرفنا وصرنا نرحب بحضور سيدنا المطران باسيليو سيلدو المعاون البطرياركي للكنيسة الكلدانية والمنسق العام للسينودوس بقلب الكنيسة الكلدانية بالعراق صباح الخير سيدنا واهلا وسهلا فيك اليوم معنا بدنا هيك نعمل جولة على كل اللي بلشته فيه مرح ومكملين فيه لنهاية الاسبوع صباح النور شكرا لكم ولكل مستمعي ومشاهدي قناة المحبة وللتغطية اكيد بدت اعمال الجمعية يوم امس بحضور البطاركة السبعة من الكنايس الشرقية السبعة واحنا اتينا من العراق بيوفد من الكنيسة الكلدانية مع غبطة البطريارك ساكو وانا المعاون البطرياركي ومعنا عشر ممثلين من الكنيسة واكيد يوم امس كان يوم مميز لانه بدت اعمال المرحلة القارية في هذه المنطقة وفي هذا البلد بالتحديد لبنان اللي يعاني من ظروف صعبة واحتفلنا او بدينا اكيد الجمعية بالصلاة ومساء احتفلنا في مزار سيدة لبنان هذه بركة لكل المشاركين ولبلداننا ايضا انه نكون تحت حماية العذرة في هذه الجمعية نعم تحت حماية العذرة وحاملين كل همومنا لنرمية اقدام امنا مريم لدورة هي تتوسط لنا عند ابن يسوع اهمية هذه الجمعية القارية السينودوسية لكل الكنائس في الشرق للكنائس السبعة بحضور البطارك الاساقف الاكليريكيين الكهني المكرسين والعلمانيين ايضا اهمية هذا الدور مجتمعين والسير معا بهالشراكي بهالاتحاد ولا تكمل الرسالة بشكل افضل اكيد اجتماع الجمعية في الشرق الاوسط المرحلة القارية لها اهمية كبرى لانه مثل ما تعرفين ست قارات بالعالم والشرق الاوسط اعتبروه قارة قارة واحدة هذا يعطي اهمية ودلالة كل شيء كبيرة للشرق الاوسط في العالم مدى اهميته وخصوصا المسيحين الموجودين بشرق الاوسط فهذا هو دعم كبير للشرق الاوسط وبشكل خاص للمسيحيين فاكيد قداسة البابا طلب من سنة 2021 انه نسير معا من خلال السينودالية هذا اللقاء اللي جمعنا يوم امس هون في لبنان الى اهمية بالنسبة لي كل كنيسة من كنائسنا شعبنا ينتظر بالحقيقة تعرفين الشرق الاوسط يعيش ظروف كل الصعبة تقريبا كلتنا متشابهين بالظروف سوريا والعراق ولبنان ومصر وبقية البلدان نعاني من ظروف كل الصعبة شعبنا يريد علامة رجاء يريد أمل للمستقبل شبيبتنا بدأت تتهاجر فرص عمل ماكو سيكوريتي معانات خدمات الى آخرين فهذه الجمعية يمكن هي مثل ما قلت علامة أمل ورجاء لشعبنا كيف نصير معا لازم نسمع نتحاور حتى نقدر نطلع بنتائج ونقدر أيضا نضمن المستقبل أبنعنا في بلدانا نحكي عن إيماننا الواحد إيماننا بيسوع المسيح الإله الواحد لكل هذه الكنائس اللي بتجتمع اليوم العلي وين إذا عم نشوف هالإله واحد وإحنا مجتمعين حوله قدي نحنا بدنا نكون أغنياء بتنوعنا عم بيكون العكس اللي عم بيحصل اليوم باجتماعنا بلقاءنا بحوارنا وبإصغاءنا هل رح نرجع نمههد لمنطق جديد بتعاطينا بالحقيقة مثل ما قلت الشعب ينتظر كثير من الكنائس لأنه مثل ما تفضلتي فيه كنائس أبسط شي هو نقول العيد نعم أو عيد القيامة لحد الآن ما فيه اتفاق بعض الطواف تعيد فيه يوم معين والآخر وبالنسبة لنا في العراق أيضا عيد الميلاد فيه اختلاف عليه والقضايا الأخرى أيضا أكيد كل كنيسة إلها طقصة إلها تراثة إلها حضارتها إلها لغتها إلها تقاليدها بس هذا ما يمنع أنه نكون أيضا كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واحدة ما نلغي الآخر يبقى يحتفظ بتقاليدها وبتراثة وبلغتها وبطقصة ولكن في المواقف أنا بالنسبة لي مهم جدا توحيد المواقف والخطابات أيضا خصوصا إذا إحنا كنيسة في العراق عندنا الأرمن والسريان والكاثوليك والأرفادوكس والإنجليين لما نشوف نشوف ظلم من تستور أو من بعض الجهات الأخرى المتطرفة في وجه المسيح لازم نقف صف واحد لازم نواحد الخطاب نواحد أيضا الفكر في الوقوف في وجه هذا التطرف وهذا هو مطلوب أيضا أن نفكر به بالسينودالية أيضا وهالموضوع اللي اليوم عم بتم التفكير فيه قد رح يكون فيه آلية التنفيذ وتنفيذ حقيقي يعني اليوم نقول العبرة في التنفيذ منطلع بمقررات منعمل جمعيات وبالآخر منوصل لشو صحيح نتعبنا من هذا الشي في البلدان نسوي اجتماعات ونسوي مؤتمرات وتبقى نقول كلمات على ورق حبر على ورق ما في التنفيذ بس أنا عندي أمل إنه موجودين رؤساء الكنائس البطاريكة السابعة موجودين اللقاء صحيح من يمثلهم ورؤساء الرهبانيات اللي هم أصحاب القرار في اتخاذ بعض الخطوات وهذا أنه أنا هسا بالمداخلة قبل ما أجل التصوير قلت أنه في سوريا الشبيبة بتهاجر ورح يفرغ البلد من الشبيبة بسبب ظروف البلد ولكن شلون نعمل مبادرات حتى نوقف هذا النزيف نزيف الهجرة شلون نقدر نحافظ على شيء ببيتنا وخصوصا قلت إنه موجودين أصحاب القرار البطاريكة نعم إنه لازم نسوي بعض الخطوات العملية وإلا راح يبقى كلام مثل ما قلتي وهلا بالسينودالية هي المقرر إنه إلى 2024 صحيح نكون اللي قام مع قداس بس إحنا ما ننتظر إلى 2024 حتى نحقق هاي لشيء لازم نبدي من هاللحظة هلا من هذا اليوم لازم نبدي بخطوات عملية إنه شلون نفكر بخلق فرص عمل للشبيبة بناء مراكز تثقيفية تنشئة روحية تبديل الأساليب هلا تعرفين مع تغيير الوقت والتطور والتكنولوجيا إحنا بحاجة إلى أساليب جديدة صحيح ما نبقى على الشيء القديم المتوارث لأنه راح نبقى في وادي والشعب في وادي وآخر لازم نلحق هاي الثورة التكنولوجية والصناعية والتطور الثورة الرقمية نحنا اليوم بهذا العالم اللي أخذنا لأبعد بكتير ما نحنا متوقعين وأديش الانتظارات بتواكب هذا العالم واليوم وسائل البشارة اختلفت عم تستفيدوا منها سيدنا بالحقيقة أنا كان عندي محاضرة للشبيبة قبل أربعة عيام كان تقريبا ما يقارب أكثر من ميتين وخمسين شاب وشابة من بغداد بصفة مسؤول الشبيبة الكاثولي كيف العراق تحدثت عن هذا الجزء إنه شلون نطور نعم يعني نستخدم أساليب جديدة مع الشباب شلون نقدر نوظف وسائل التواصل الاجتماعي للخدمة التبشيرية أيضا قبل مثل ما تعرفين حضرتكي كنا ننتظر إنه الناس تيجي للكنيسة وبعدين أيضا نعاتب الناس نعم اللي هم المؤمنين الموجودين بالكنيسة ما ينفع هذا اليوم سيدنا ما ينفع هذا اليوم وبعدين شقد من الناس ديجون الكنيسة 10% 20% وين اللي 80% لازم ندور عليهم هاليوم ما نحتاج إنه الكل يكونون إحنا نروح لهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أنا كمطران مسؤول على الشبيبة أنا عندي تقريبا كل وسائل التواصل الاجتماعي حتى أبقى في كونتاكت مع كل الفئات لا فقط اللي يستخدمون الإنستغرام اللي هي فئة معينة نعم ولا التويتر اللي هم الشخصيات والسياسين ولا السناب شاد اللي هم الشباب والتينجر لازم أروح على كل الفئات الموجودة حتى أتواصل معهم وأعرف شنو يفكرون شنو عقليتهم حتى أقدر أتواصلوا إياهم لما أفهمهم أقدر أفهم مشكلتهم وأقدر أعالج بعدين هاي المشكلة أنا دائما أحب أكون معهم في يعني أتطور معهم أنزل إلى مستواهم أستخدم وسائلهم حتى أتعرف على أفكارهم أيضا بعدين أنا اليوم بدي أواصل فكرة ما أقدر أواصلها فقط للموجودين بالكنيسة واللي هم عدد معين مجرد أنه أخلي فد شيء بالإنستغرام أو بالفيسبوك في عيد نقول مار شربل أخلي صورة جذابة حلوة مع كلمتين نبذة مختصرة وأنه في قداس هاي رح توصل إلى كل المؤمنين اللي موجودين باستوراليا وبأمريكا وبكندا وبأوروبا آلاف الناس في كل الأوقات توصل لهم الصبح الظهور العصر وكل واحد أول ما يطلع رح يعرف بكرة هو عيد مار شربل في صلاة صورة جميلة إلا نبذة مختصرة جدا هاي وصلت البشارة إلى أكبر عدد ممكن في أوقات مختلفة وصلت لهم وفي بلدان مختلفة هاي هاي التبشير هذا نوع شلون أنه نستحدث طرق جديدة للتبشير اليوم سيدنا أكتر شي بيطلبوا المؤمن اليوم من خلال إيمانه ليكون ملتزم إنسان ملتزم إيمانيا شو متطلبات هذا الالتزام حقيقة وعيش يعني لهوته المعاش كيف بدوا يمشي فيه وعلى أي أسس واليوم كاروعات موجودين بالكنيسة ماذا تقدمون لهؤلاء المؤمنين أكيد الكتاب المقدس هو الأساس نعم أنه نعيش كلمات يسوع المسيح ممكن بعض الكهنة يكرزون أو يعوضون بس ما يطبقون بس إحنا ما نمشي على هذا لأن هذا في نهاية الأمر بشر عنده أخطاء ولكن يسوع هو مثالنا دائما نعطي للشباب المثال هو يسوع والكلمات الكتاب المقدس هي الكلمات المعاشة بس نحاول قدر الإمكان نساعدهم على تطبيق العيش عيش هذه الكلمات قدي من السهل فهم الكلمة كلمة الله يعني اليوم هي لكل الناس هي لشعب الله المنتشر بكل أسقال عالم أكيد هي لكل الناس بس كم واحد يتجاوب مع هذه الكلمة هون السؤال كم واحد يفهم هذه الكلمة فيحتاج إلى أساليب جديدة حتى نوصل هذه الكلمة ونفهم هذه الكلمة حتى يستطيع تعاش السينودالية هي بالبداية الأصغاء نعم حتى نقدر نسير معا وبعدين التمييز بعد ما نصغي ونفهم نميز هذه كلمة الله هذه ما كلمة الله كلمة إنسان وهكذا نعم أهمية التنشئة بالمعاهد الروحية اليوم بالحقيقة بالحقيقة نحن نعطيها أهمية كل شي كثيرة في كنيسة الكلدانية في العراق هلأ خلقنا برنامج مع الباطرياركساكو التنشئة المستدامة لكل كليروس في الكنيسة الكلدانية نجتمع أقله مرتين بالسنة كل الكهنة من كل بريشيات العراق يعني عندنا ثمان بريشيات في العراق نجتمع مرتين بالسنة على التنشئة المستدامة نعمل موضوع روحي وموضوع ثقافي موضوع يكون مع متطلبات العصر مثلاً تحرش الجنسي أو وسائل التواصل أو الحالة النفسية اللي يعيشوها الناس وإلى آخر ونجيب مختصين أيضاً في هذه المجالات حتى يطلعون الأبديت حتى يصير وبعدين أيضاً الأشياء الروحية يحتاج تنشئة نحن نعيش ظروف كل الصعبة نحتاج روحية قوية حتى نقدر نواجه التحديات اللي في بلداننا نعم يعني اليوم الكنيسة الكلدانية وكنيسة العراق بشكل خاص عانت معانته وبعدها المعاناة مكملة مع كل شعوب بلدان الشرق الأوسط أدي اليوم الإيمان هو مصدر قوة ورجاء لنقدر نكمل بمقاومة كل هذه التحديات اللي ذكرتها سيدنا صحيح أنا دا أقول دائماً الإنسان لما يكون ممتلئ من الإيمان يكون قوي يكون شجاع يقطر يعطيه ولكن الإنسان لما يخلص أو يفرغ هذا الإيمان ما يقدر ينطي بعد كل شيء لأنه هو أصلاً فارغ فاقد الشيء لا يعطيه صحيح بقلب الكنيسة وفي أعمال الجامعية السينودوسية فيه كثير عنصر شباب أيضاً نحن مشاركين عشر أشخاص من الكنيسة الكلدانية في هذا اللقاء خمسة منهم شباب تقريباً النصف لأنه نركز على الشبيبة لأن الشبيبة هم مستقبل كنيسة وهم يحملون الأفكار وهم أيضاً اللي يغيرون المجتمع تشوفين نحن عدنا بالعراق صارت مظاهرات كثيرة لتبديل الحكم وضد الظلم اللي موجود بالبلد الشبيبة أكثريتهم كانوا الشباب اللي يقدرون يطلعون واللي يقدرون يغيرون هذا الواقع هم الشباب الثورات من يعملها الشباب الثورة التكنولوجية الشباب الرياضة الشباب لأنه بس يقبر بالعمر ما يطلع من المنتخب نعم الفن هذا الشباب المحاط بالرعاية والاهتمام اليوم من خاف من الشباب المتهور اللي كمان عم يسلك طرقات ملتوية قديش ملحوظ هذا الشق وقديش عم يعطى عناية من قبل الكنيسة لجمع هالشباب وإعادة حضنهم ورعايتهم احنا بالحقيقة في العراق نشكر الله شبيبتنا كثير ملتزمين بالكنيسة وهذه بشهادة بطاركة الشرق الأوسط اللي حضروا إلى العراق في 2018 صار لقاء بطاركة الشرق في بغداد فضمن البرنامج كان يكون لقاء مع الشبيبة يحكون خبراتهم في كاتدراية ماريوس في بغداد مملوئة كانت كاتدراية تقريبا ثلاثمائة أربعمائة شاب وشابة فالبطاركة خرجوا بنتيجة بأنه شباب ملتزم شباب قوي في إيمانة شباب مصر على الحياة وعلى البقاء أيضاً نعم ما سهل يعني عامل الصمود أساسي اليوم لا يصمد الأنسان بوجه هذا الظلم وهالتحديات الكبيرة مش شغلي سهلي أكيد تشوفيه يتخرج من الجامعة وما عنده شغل أربع سنوات في الجامعة يقضيه وما فيه تحيين ما فيه تحيين كثير من الشباب بيشتغلوا ساق تاكسي أو خدمات يقدمون بسيطة والشهاداتهم هي كبرى بس مع ذلك تشوفهم باقين في البلد هذا أيضاً نوع من الأسرار للبقاء الوجود المسيح احنا كثير ككنيسة نحاول نواكب نحاول قدر المكان نساعدهم في التعيينات نساعدهم في إيجاد فرص لحالة العمل نساعدهم أيضاً في الثبات في هذا الإيمان وهذا شيء مهم جداً حتى تقدرين تحظين على الشبيب نعم بوجودنا بهذا الشرق أقالية مسيحية قد بدنا نسعى لنبقى ونكمل بشهادتنا وحضورنا المسيح الفاعل يعني نكون حملين يسوع وماشيين بين الناس بالرغم من الاختلاف الأديان بالرغم من التطرف اللي كمانة بمرحلة من المراحل وبعده مكمل عم يقضي على ناس كتير وعن بيسقوا الضحايا من جراؤه صحيح إحنا أقالية في العراق كمسيحين ما مثل لبنان يعني بعدها الكنيسة المارونية فيها عدد كبير من المسيحيين وفي مصر في الأغباط أيضاً عدهم عدد كبير في العراق إحنا أقل من واحد بالمئة تسعة وتسعين مسلمين واحد بالمئة إحنا الأقاليات في العراق لكن هذا الواحد بالمئة عنده حضور كل شيء كبير بالعراق وعنده بصمة أيضاً في العراق تشوفين الطبقة النغبة المثقفة المبدعين مسيحيين عندنا في كل المجالات عندنا في كرة القدم في الفن رغم العدد القليل تشوفين الأطباء المهندسين الموسيقيين الأكاديميين مسيحيين وبعدين المسيحيين معروفين أمام كل البلد بشرق الأوسط نقول بشكل عام معروفين بنزاهتهم ومعروفين محبتهم لبلدهم وهذا الشيء يعرفوه كل زين العراقيين لما صارت الانتخابات البرلمانية كل الكتل أو كل الأحزاب كانوا يتمنون يخلون شخص مسيحي في قائمتهم بالنسبة لهم هذا كريدت يعرفون هذا المسيحي إنسان نزيه إنسان أمين إنسان محب لبلده ما عندنا هالتعصب أو ما عندنا هالعنف المسيحين مسالمين بطبيعة حالهم فهذا ينطي دور وأهمية للوجود المسيحي ولهذا هم لمن يصير في العراق هدم كنيسة المسلمين يهبون إنه إحنا ضد هدم هذه الكنيسة لأن عشنا معاهم سنين في تقارو في محبة وفي تعايد سلمي وبالحقيقة إحنا رغم قلة العدد بس عدنا علاقات مع الكل هيدا اليوم نحكي عنه بالحوار والانفتاح على بقية الأديان أدي الشغلي كمان بتتعزز من داخل الكنيسة ومن قلب الجماعات المسيحية ومن القاعدة الشعبية يعني منحكي عن القاعدة الشعبية ومنحكي عن عنصر الشباب بشكل خاص صحيح إحنا في زيارة قداسة البابا إلى العراق سنة 2021 كنت أنا المنسق العام للزيارة فسيدنا ساكو اخترح على الزيارة أنه قداسة البابا يزور المرجع الأعلى للشيعة في العراق السيد السستاني في النجف كثير أصرينا على هذه الزيارة لأنه البابا هو ما فقط للمسيحيين هو جاي يزور كل العراق وبالحقيقة أعطت صدى كل شي كبير هذا اللقاء بين قداسة البابا والمرجع الأعلى للشيعة السيد السستاني بدت كل وسائل الإعلام تتحدث وخرج قداسة البابا بانطباع كل الجميل عن هذا اللقاء ولحد الآن يذكروا بالعراق هذا اللقاء ويعتبر بالنسبة لهم من أهم محطات زيارة قداسة البابا اللي حتى هذا اليوم واللي عمل تغيير كثير في عقلية الشعب العراقي وخاصة المسلمين المسلمين قبل ما كانوا يعرفون كثير عن المسيحيين هلا بيعرفون شنو البابا شنو الباطريارك شنو الأسقف شنو الكاهن قبل كل دناء يقولون بابا على أي كاهن يقولون إجا البابا نعم هيدا اليوم هيدا بتريح سما مش عاطلة يكون الإنسان عم بيفكر أنه هذا هو الأب هذا هو الأب الراعي اللي عم بيتابع رعيته وعم بيكون منفتح على الكل وقادر على الإصغاء لهموم الناس بعدين هم شافوا تواضع البابا يقف الناس بالسيارة يقف يسلم عليهم شافوا محبة البابا لكل العراقيين هذا كثير أثر أثر بالناس بالنسبة إلى مسؤوليهم ما يقدرون يوصلون لهم يشوفون هذا اللي معه مليارات من العالم بيقف بيسلم عليهم وبيضحك شافوا ابتسامته وشافوا تواضعه هذا أثر كثير كثير أثر يعني هيدا الأمور هيدا بتفرح بالعكس هيدا بتفرح وبتدل أدل الإنسان المسيحي إنسان منفتح وقادر على الوصول والتواصل مع بقية الأديان المحيطة فيه سيدنا قبل ما نختم نحنا وإيك انتظاراتك من هذه الجمعية السيندوسية بشكل خاص أكيد مثل ما قلنا بالبداية أنه يكونكم مبادرات يعني أنه نبدي من هاللحظة نبدي نبدي بالعمل حتى نقدر نكمل المسيرة ويكون أيضا قرارات من أصحاب الغطة في الوضع هلأ تعرفين كل الصعب هلأ تعرض سوريا وتركيا إلى زلزال بحاجة إلى المعونات والمساعدات هذا الشيء فورا ولكن أيضا لازم نبدي بخطوات أخرى إن شلون نوقف نزيف الهجرة شلون نحافظ على المؤمنين المتبقين في الشرق الأوسط وجودهم ضروري جدا ماكو شرق أوسط قال الباب بدون مسيحيين ولهذا إحنا الأملي أنه نخرج من هاي الجمعية بمقترحات عملية ونطبقها على الواقع هيدا اللي منتمنى وبدنا نشكرك على حضورك سيدنا باسيليو سيلدو المعاون البطيركي للكنيسة الكلدانية والمنسق العام لسينودوس بقلب الكنيسة الكلدانية بالعراق شكرا وبالتوفيق شكرا على حضوركم أكيد فرحت بهذا اللقاء وإن شاء الله لقاءات بالمستقبل أكثر إن شاء الله يا رب شكرا من جديد على حضورك أحب أنه فاصل ومنتابع إحنا ويكون من بعده مع بقية ديوفنا بهالفقرة المباشرة من بيت عنيا بحريصة شكرا